أي تعليم العاليين تشهد العشرات من الجامعات الجزائرية حراكا غير مسبوك سواء ما تعلق بالماستر أو الخدمات الاجتماعية كما يجرى الحديث مؤخرا عن إصلاح المنظومة الجامعية خصوصا ما تعلق بالنظامين الألمدي أو النظام القديم والحديث عن الموضوع أسعد بصدافة سيد عبد الحفيد ميلا طلب منسق من جلس الوطني أساسة التعليم العالي والبحث العلمي كناس أهلا بك أستاذ مرحبا سيدتي إذن كما تطلقنا أنتم كيف تنظرون لهذا الحراك في الجامعة الجزائرية اليوم؟ طبعا هو الحراك في الجامعة وشيء طبيعي لأنه تنساش الجامعة الجزائرية راه فيها أكثر من تنظيمات طلابية بالإضافة إلى المنظمات المتعلقة بنقابات أساس التعليم العالي وخاصة من الكناز والحراك هو يدخل في صميم عمل هذه النقابات طبعا الحراك هو بداغوجي اجتماعي لكن بشرط أن لا يتعدى إلى جوانب أخرى خارج قطاع التعليم العالي فهو حراك طبيعي وعادي جدا وهو يعبر عن صحة الجامعة الجزائرية كلما كان الحراك مع أنها الخوف عندما لا يكون الحراك لكن عندما يكون حراك اجتماعي من طرف تنظيمة طلابية أو تنظيمة الأساتدة فهو شيء طبيعي ويدل أن الجامعة الجزائرية راه حية بالطلبة وبالأساتدة نعم أكيد مؤخرا كشفت وزارة التعليم العالي عن الشروع ربما في إقامة جامعات خاصة هل الجزائر اليوم يخص في محلة التقشف فالهي قادرة على إنشاء جامعات خاصة أو ربما توجه إلى تطوير خاصة البحث العلمي لكن لأصح لك فقط المعلومة هي ليس مؤخرا هي مشروع إنشاء جامعات خاصة كان منذ مشروع القانون التوجيه 2008 عندنا ثمان سنوات الآن منذ بروز هذا المشروع المتعلق بإنشاء جامعات خاصة وعلى حد العلم أنه وصلت حوالي لوزارة التعليم العالي أكثر من أربع طلبات لإنشاء جامعات خاصة لكن السؤال المطروح هل نحن خاصة أننا اليوم نعد أكثر من 56 جامعة أو مركز جامع عبر الوطن هل نحن اليوم في حاجة إلى إنشاء جامعات خاصة أو إلى إصلاح الجامعات الحكومية الموجودة التحدي يكون في إصلاح الجامعات الموجودة وليس في إنشاء جامعات خاصة القادمة ليس قادمة تخصصات تقريبا كل التخصص موجودة لمساوة الجامعة الجزائرية القادية قادية إصلاح الجامعة الجزائرية وليس لأنه عندنا تجربة في قطاع التربية في قطاع التربية توجد مدارس خاصة يعني ناخدها كتجربة قبل تطبيق ما يعرف بخص خصة الجامعة هل التعليم الخاص في الجزائر ناجح؟ هذا هو السؤال مطروح يعني لاحظوا أن حتى كنت أروحوا لشهادة الباكالوريا نلقوا أن الثانوية الخاصة هي في المراتب الآخرة يعني نسبة النجاح تحافي المراتب الآخرة الخوف تعنا في حالة الذهاد إلى خاص خاصة الجامعة أول حاجة سوف نقضي على أهم ميتة جزائرية المجانية لأنه لو لا الجامعة الجزائرية المجانية لما درسها ابن الفقير وابن الفلاح وابن المواطن البسيط لذلك فالذهب إلى الجامعة الخاصة من هذه الجهة ومن جهة أخرى ما يضمن للجامعة العمومية هي تخدع لسلطة ورقابة الويصاية إلى آخره الجامعة الخاصة حتى دفتر الشروط هذا لم نطلع عليه لأنه حسب المعلومات التي وردتنا معظم الجامعات هذه تقوم بطلبات لجهة الأعمال ومعظم لجهة الأعمال هذه سوف يفتحوا جامعات أجنبية جامعات فرنسية أو أمريكية إلى آخره إذن هنا تسأل هل هذه الجامعات ستخدع للقاونات الجزائرية أو تخدع للقاونات الفرنسية أو أمريكية هذا تسأل أول والتسأل الثاني ما يضمن لنا مصداقية هذه الجامعات لأن هنا قاونات المصداقية قادية خطيرة جدا لأن الخوف الكبير أن نغضي الجامعات هذه تولي جامعات تمنح شهادات بالمال كما هو جاري الأمر في مصر وفي الأردن لسبقنا الجربة هذه وأكيد لو تابعناها راح نروح في تجربة المصرية والأردنية واللبنانية كذلك وأصبحت جامعات خاصة تبيع الشهادات وليتتمنح الشهادات وهذه الخوف الكبير وهذه الخوف الكبير حتى تلاحظوا الوزارة وش قالت؟ الوزارة وش قالت؟ قالت ما عادة الطب الطب لا تحوش في جامعة خاصة لماذا ما عادة الطب؟ ليس فقط ما عادة الطب حتى الحقوق وحتى الميكانيك وحتى الفيزياء كل ذاتها مهمة لأنه تعلم الوزارة مسبقا وليس أليم مسبقا أن هذه الجامعات يستحل أن تقدم تعليم بنفس زر التعليم العالي التعليم العالي والجزائري ليس سيئ التعليم العالي في جزائري ليس سيئ الجزائر تزخر بالكفاءة العلمية بالأساتذ الأكفاء عندما ت� эту حتى الطلبة والذيلة على تلك الطلبة الجزائريين لتنقلوا للدراسة في الجامعات الأجنبية تلاحظوا أنهم كلهم يكونون متفوقين وهم نتاج الجامعة جزائرية ماذا ينبط مستوى ربما حتى وطني. يعني بعض الجامعات تنصيب فيها ربما نقص الخدمات الجماعية. نشهد الكثير من الاحتجاجات. تحتاج الطلبة في الصيدة. لا يحتاج الطلبة في الطب. طبعا سؤالتها تتكلمين عن الجانب الاجتماعي أو الجانب العلمي البداغوجي. إذا تتكلم عن الجانب العلمي البداغوجي. قلنا أن الجامعات الجزائرية ما نقولوش أنها وصلت إلى درجة العالمية. وأنها تقدم من توجد جودة عالمية ويضاهي الجامعات الأوروبية. لكن نقول أنها بالإمكانيات المتوفرة لها. الأستاذ الجامعي الجزائري يعمل بإمكانيات ضعيفة. أحبنا ولكن رهنا. أستاذ الجامعي الجزائري تقضى في أول درجة تعوي تقضى ربعية ألف ديارة جزائري. يعني مستحيل تطلب من أستاذ تقضى ربعية ألف ديارة جزائري. وعنده مشكلة النقل. وعنده مشكلة السكن. ويقدم خدمة راقية. لكن نقولو أن الميليموم سيكزيس. يقدم الإشكال ليس في الأستاذ. والإشكال ليس في الطالب. الإشكال في بعض القوانين التي لا تنسجم مع المجتمع الجامعي الجزائري. لأسف تعني إحنا عود أن نستنبط قوانين من المجتمع من الجامعة تعنا تنسجم وروح الجامعة الجزائرية. للأسف شديد نجد أن نقوم باستيراد قوانين. لأنه ما يصلح على الجامعة الفرنسية أبداً لن يصح الجامعة الجزائرية. وما يصح الجامعة الجزائرية أبداً يصح الجامعة أخرى. لكل جامعة ولكل مجتمع خصوصيته. لابد من الجامعة أن تشرك لابد من الوزارة عفواً أن تشرك الوصاية أن تشرك عفواً النقابات وتشرك المختصين في بلورة قوانين. عندنا كفاءات. عندنا كفاءات في علم الاجتماع. عندنا كفاءات في كل العلوم. لماذا الوزارة أو الويصية لا تفتح ورشات حقيقية من خلال هذه الكفاءات. ونصنع قوانين تنسجم مع المنظومة الجميع الزائرية. مثل نظام ألمدي. نظام ألمدي هو ظهر في النظام الأنجلوسكسوني. وحتى هناك بعض الدول التي بدأ فيها منذ سنوات. بدأت تخلى على هذا النظام. بعد عشرة سنوات يتبقى النظام الألمدي. السؤال. هل هذا النظام نجح فعلا في استخدام الجميع الجزائرية؟ النتائج تقول لا. لم ينجح. نعم. استسمحك فقط أستاذ. والآن تقبل الله صلاة الجميع. إذن نعود إلى ضيفي سيد عبد الحفيد ميلاد. كنا نتحدث على الجميعات الجزائرية. اليوم ربما يتم اتباع نظام الألمدي حوالي لمدة عشر سنوات. لكن البعض يعيب على نظام الألمدي. أنه ربما أفقد الشهادة قيمتها. طبعا إذا رجعنا إلى بداية نظام الألمدي من 2004. لكن تبقى حقيقتها من 2006 إلى اليوم. يعني عشر سنوات. نقول أن النظام الألمدي أو منظومة تعليم لسونس ماستر دكتوراه. يعني من حيث إذا شفنا النتائج. نقول أن هناك فشل كبير. نقول أن هناك فشل كبير. لكن ليس من هذا أننا نتخلى نظام الألمدي. وهذه المشكلة. نبقى كل عشر سنوات نجيب تشربة نجربها 18 سنوات وتخلوا عليها. نحن لابد على الويصاية وبالشراكة مع الشراكة الاجتماعيين أن تفكر في كيفية تطوير نظام الألمدي. في كيفية نشوف الخلوة يكمل في نظام الألمدي. أين يكمل الخلل؟ لابد يمين خبراء يدرسوا نظام الألمدي وتكييفه مع طبيعة المنظومة الجامعة الجزائرية. كما قلت أن نتبق نظام الألمدي بحيث توافق معه. لأنه مثلا في الدول الأوروبية. الطالب عندما ينهي دراسة الليسانس. يعني معظم الطالبة لا يبحثون عن دراسة المصدر. لأنه سوق العمل يوفر لهم العمل. يعني بالحديث على سوق العمل نظرا لضيق الوقت فقط. يعني غياب الجامعة الجزائرية. غياب الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية. يعني الطالب عندما ينهي دراسةه لا يجد عمل. هي الشراكة لا تكون عندما ينهي دراسةه. تكون وهو في دراسته. الإشكالية أين تكمن؟ أين هي المنظومة الاقتصادية أولا. كي تكون شراكة بين المنظومة الجامعة والمنظومة الاقتصادية. لابد أن تكون هناك مؤسسات اقتصادية وصناعية. وهذه المؤسسات تبرم عقود متابعة وعمل مع مراكز البحث ومع المؤسسات الجامعية. لكن مؤخرا. مثلا على سبيل المثال. لاحظوا مثلا. الطفرة الكبيرة في قضية قضية سراع تركيب سراع في جزائر. ممكن هذه المصانع أن تبرم شراكة مع الجامعات. خاصة طلبة الميكانيك وإلكترو تيكنيك إلى آخره. إذن تطور النظام الصناعي سيؤدي بدوره إلى خلق شراكة مع المنظومة الجامعية. لكن في غياب التركيبة الصناعية أو في غياب القاعدة الصناعية لا يستطيع أن تكون مثل هذه الشراكة. لكن أكيد أنه كما مؤخرا ظهرت هذه المصانع تخصها في تركيب السيارات. مثلا على سبيل المثال يمكن استغلال هذه الطفرة في صناعة سيارات كبسيارات. من خلال إبرام عقود مع الجامعة الجزائرية. وطبعا المثال هذا ينتبق على جميع قطاع اقتصادي. تطور القطاع الاقتصادي يؤدي إلى وجود شبكة علاقات مع مراكز المهات والجامعة الجزائرية. لكن غياب هذا القطاع طبعا مع من ستقوم الشراكة إذا كان القطاع الاقتصادي غير موجود سابقا. أكيد نتمنى أن تكون إصلاحة المنظومة الجامعية إيجابية إن شاء الله. وهذا هو أملنا طبعا. شكرا لك سيد عبد الحفيد ميلاد.